عبر رئيس الوزراء محمد الشعاء السوداني عن رفض الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق أو في الدول المجاورة لأن قرار الحرب والسلم شأن خاص بالدولة ولا يمكن لأي طرف آخر أن يطالب بهذا الحق أصطبق زيارته إلى واشنطن بعدة رسائل منها مقال توضيحي في مجلة الفورين إفرز فرين بالتأكيد على فرصة لتفعيل كافة بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من مجرد الشؤون الأمنية والعسكرية التي هيمنت على العلاقة خلال معظم العقدين الماضيين وأكد رغبة العمل مع الولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمات وخفض التوترات في الشرق الأوسط وتجنب الوقوع في صراع بين اثنين من الشركة إيران والولايات المتحدة اللقاء سوف يستعرض عمل اللجنة العسكرية العليا التي بدأت بين العراق والتحالف الدولي منذ أكثر من شهرين هذه الحوارات المهمة والتي تهدف إلى الوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية بين العراق ودول التحالف أيضا ستشهد الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا المشتركة والمعروفة بـ HCC والمعنية بتنفيذ اتفاقية الإطار الستراتيجي منذ إقرار هذه الاتفاقية لم يحصل أي اجتماع على مستوى تنفيذ بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي وسيضم هذا الاجتماع الأول ممثلين عن وزارات عراقية عديدة وقد جرى الإعداد لها منذ فترة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر